موسيقى إذا اتبعناها إن شاء الله رح نقلل من استهلاك الطاقة ونبدأ الآن معكم الخطوات في البداية منتوجه إلى خيار الواي فاي ومن شاشة الواي فاي منضغط بالأسفل على زر الخيارات ومندخل على خيار الوضع المتقدم ومندخل الآن على خيار الاحتفاظ بتشغيل الواي فاي أثناء وضع السكون طبعا رح تظهر إلنا ثلاث خيارات الخيار الأول دائما والخيار الثاني عند التوصيل والخيار الثالث عدم الاستخدام مطلقا إحنا هون رح نختار الخيار الثاني طبعا الخيار الثاني يعني إنه إيقاف خيار الواي فاي إذا كان الجوال في وضع السكون يعني لما تكون شاشة الجوال طافية البرنامج تقريبا بعد 15 ثانية أو دقيقة رح يقوم بفصل الواي فاي عن الجوال ومباشرة بعد ما تقوم بفتح الشاشة رح يعمل الجوال إعادة اتصال تلقائيا على الواي فاي وبهيك حالة بنكون إحنا وقفنا خيار الواي فاي لما يكون الجوال في وضع السكون وإحنا ما بنستخدمه نهائيا والنقطة الثانية يفضل دائما إنه نستخدم خيار الواي فاي أكثر من استخدام خيار بيانات الهاتف لأنه خيار بيانات الهاتف عادة ما بيستهلك طاقة أكثر بكثير من خيار الواي فاي بالإضافة إلى إغلاق تطبيق التنبيهات اللي بيقوم بإيقاظنا صباحا تشغيله فقط عند النوم أو لما تكون انتحاب أنك تستخدم هذا التطبيق تقوم في استعماله ولا تتقو شغال دائما طوال فترة عمل الجوال والأمر الثالث يفضل دائما إيقاف التحديثات التلقائية من داخل متجر الجوجل بلاي وإيقاف استقبال الإشعارات لأنه دائما هذا التطبيق يحتاج إلى الاتصال في الإنترنت للبحث عن كل ما هو جديد من تحديثات وإشعارات ليعرضها لك على الجوال وبعد ما ندخل على تطبيق متجر الجوجل بلاي نتوجه مباشرة إلى خيار الإعدادات ومن الشاشة الموجودة أمامنا نقوم بإزالة التحديث عن خيار لتوفر تحديثات تلقائية وكمان نروح على الخيار الأول تحديث التطبيقات بشكل تلقائي ومنختار منها الخيار الأول عدم تحديث التطبيقات تلقائيا وبعد هيك بإمكانك أنت تقوم بعملية تحديث التطبيقات اللي أنت بدك إياه بشكل يدوي والأمر الثاني إذا كنت أنت بتستخدم على جوالك أمور عرض حالة الطقس وخلفيات متحركة يفضل دائما إزالة هذه التطبيقات من شاشة الجوال لأنها بتستهلك طاقة كبيرة والأمر الرابع بتعلق التطبيقات اللي دائما شغالة في الخلفية وأغلب هاي التطبيقات بتكون عادة بتحتاج إلى إنترنت ودائما بتبحث عن إشعارات وبتبحث عن أي تحديثات اللي تعرض لك إياها على الجوال لكن قبل ما نحكي عن هاي التطبيقات وكيف رح نتعامل معها خلينا في البداية نروح على خيار الضبط ونتوجه إلى خيار البطارية طبعا من الشاشة الموجودة أمامنا رح يعرض لنا الجوال مجموعة من الخيارات طبعا جميع هاي الخيارات اللي موجودة فيه بجانبها نسب لاستهلاك الطاقة في الجوال لاحظ معي أنا مثلا في حالتي دائما عندي خيار الشاشة باستهلك 33% من استهلاك الطاقة طبعا أنا لإني دائما وضع سطوع الشاشة على الخيار الأعلى وبهيك بإمكانك تشوف جميع التطبيقات ومقدار استهلاك كل تطبيق من الطاقة على الجوال والآن رح نعمل على إيقاف هذه التطبيقات من العمل طبعا لما نكون إحنا ما بدنا هذا التطبيق وعلشان نوقف التطبيقات في الجوال نتوجه إلى خيار الضبط ومن خيار المزيد من الروح مباشرة على خيار مدير التطبيقات طبعا رح تظهر لنا جميع التطبيقات على الجوال نبحث عن التطبيق اللي إحنا حبين نوقفه على الجوال طبعا رح نطبق هذا الكلام على برنامج سومة نضغط على خيار إخاف إجباري ومنضغط الآن على خيار موافق وبهيك حاليا بنكون إحنا وقفنا تطبيق سومة عن العمل وبإمكانك كمان تزيل عرض الإختارات اللي هي المقصود بها عرض الإشعارات من الظهور وبهيك بإمكانك توقف جميع التطبيقات اللي بتشتغل معك في الخلفية ودائما بتستهلك جميع موارد الطاقة الموجودة على الجوال أنا برأيي دائما يفضل إنك توقف التطبيقات التالية مثل تطبيق الجيميل إذا كنت طبعا أنت ما بتستخدمه تطبيق الهانج آوت كثير ناس ما بتستخدمه لجوغلي بلس لبكاسا لدروب بوكس وبفضل كمان توقف جميع تطبيقات الخاصة في شركة سامسونج مثل مدير تطبيقات شركة سامسونج وغيرها من التطبيقات تبحث عن أي تطبيق أنت باب يلزمك على الجوال وبتعمل على إيقافه على جوالك ونيجي الآن على النقطة الأخيرة هاي النقطة بتتعلق في الروم الرسمي دائما يفضل استخدام الروم الرسمي لأن الروم الرسمي بيكون مهيئ للجوال اللي أنت عمالك تستخدمه وما استخدامك للرومات المطبوخة فهي الرومات المطبوخة دائما فيها لها مشاكل كبيرة ودائما بتتمركز مشاكل الرومات المطبوخة حول نقطتين الأولى بيكون دائما استهلاك هذه الرومات للطاقة بيكون بشكل كبير والنقطة الثانية أن الرومات هاي دائما بتولد حرارة عالية جدا على الجوع فالجأ دائما إلى استخدام الروم الرسمي وأخيرا إذا عاجبك الموضوع لا تنسى الاشتراك بالقناة ولا تدخل علينا بالضغط على زر الإعجاب وانضم إلى صفحتنا على الفيسبوك